بالمناسبة هقول لكم خبر أكيد وهقول لكم خبر لسه في إطار البحث الخبر الأكيد أن الكابتن محمود عشور مش هيحكم أي مباراة للنادي الآلي حتى نهاية الموسم ده ده الخبر الأكيد الخبر اللي لسه محل بحث لسه محل بحث هو أن الكابتن محمود عشور ممكن ما يحكمش أصلا لنهاية الموسم كابتن محمود عشور ممكن ما يحكمش لنهاية الموسم لكل الأندية مش للأهل بس بس الأكيد أنه مش هيحكم للأهل لنهاية الموسم وبالمناسبة وبالمناسبة كابتن محمود عشور من الحكام الكبار المحترمين اللي بيجيدوا دايما في المباريات الكبيرة بس ببساطة شديدة وخلونا عندنا الهدوء النفسي ده اللي بيغلط اللي بيغلط حتى لو عندنا عمد وأكيد عندنا عمد اللي بيغلط لازم يتعاقب واللي يجيد ياخد جزاء كبير أنه أجاد وأنه شرف التحكيم المصري لازم يبقى فيه كده ولازم يبقى فيه كده لازم يبقى فيه سواب ولازم يبقى فيه عقاب ببساطة شديدة والراجل لو زي بيقولوك ده ايه أضع عقبته لو يعني أسخب بالك لاجل الحكام ده اللي قالته أو التحدي الكرة قاله للنادي الأهلي مش هيعلنه العقوبات يعني مش هيقوله إحنا عقبنا كابتن محمود عشورو عملنا فيه كذا وكذا 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 لأ هو دائما الحاجات دي في طاية السرية أوكي مش تمام حافظ على الحكام بتوعي بس يا جماعة بعد ما ينفذوا العقوبة دي بعد ما يتم استبعادهم من مباراة الأهلي مثلا خلاص يرجع يحكم الأهلي تاني وبعد كده يوجد أحيانا وأحيانا أخرى يخطئ عادي زي أي حكم في العالم بس ما يفضلش بقى إيه محطوط في الأزهان هو ده الحكم اللي مش عارف ما احتسب اللي احتسب تسلل على هدف الأهلي بتعبير سيتيه لحد نهاية العمر لا هو أخطأ هو هو طاكم التحكيم والناس اللي بار كل الناس كلهم أخطأ بس خطأ وخد جزائه ويكمل ويشتغل ونشجعه ونحفزه ونقوله انت حكم محترم عشان يوجيد في الفترات اللي جاية ونبقى شفيه أخطأ الكلام على الكابتن محمود عشور والكلام على باقي الحكام الموضوع بسيط وسهل مدام متأكدين وعارفين إن الحكم المصري عنده من النزاهة ما يكفي ما فيش ما فيش شك ما فيش شك إن الحكم المصري النزاهة عنده ما فيش بعد كده أكيد أنا كل مرة بأكد وبقول إيه ما أنا اللي شاية المسئولية ما أنا مش مبامش وراهم يعني ما عرفش الله أعلم بس اللي بنشوفه ما بيقودش إن فيه أخطاء مقصودة أخطاء فيها أهداف مش جيدة ما بنشوفش ده بنشوف أخطاء ممكن لعدم خبرة جيدة لعدم تطور بشكل كويس لعدم بحث وتعلم طول الوقت وده اللي بسببه جايبين كلاتنبرج عشان نكمل حكام عشان هما عندهم الأساس بس فيه بعض الحاجات اللي محتاجة تكمل وهتكمل وإن شاء الله اللي أمور تبقى هادئة في الموسم اللي جاي ترجمة نانسي قنقر